فهذا الإنسان عندما يبعث يخرج أول لحظة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون مجرد أنه خرج ونظر ماذا يقول قلنا لدينا احتمالا إما أنه لا يوجد عذاب قبر وبالتالي سوف ينتظر أن يحاسب ثم يتحدد مصيره إلى الجنة أو النار ثم يصرح بعدها إذا كان يوجد عذاب قبر فلابد أنه رأى مصيره الأسود في جهنم ورأى أنه وعانى من العذاب في هذا القبر ولكنه عذاب للنفس دون الجسد وبانتظار الدخول إلى النار هو ينتظر الكافر في قبره أيها الأحبة طبعا الجسد يتركه وراءه النفس نحن نتحدث عن النفس هنا النفس التي توفاها الله يعذبها يسمى عذاب القبر يعذبها ويعرضها على النار كل يوم النار يعرضون عليها غدوا في الغذات يعني في الصباح وعاشيا في المساء يعني عند شروق الشمس وعند غياب الشمس غدوا وعاشيا النار يعرضون عليها غدوا وعاشيا غدوا وعاشيا هكذا هذا في الدنيا هذا في الدنيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب إذن النار يعرضون عليها غدوا وعاشيا هذا أين في الدنيا يعني هنا طبعا إذا بحثنا عن هذه الآية النار يعرضون عليها غدوا وعاشيا ماذا يوجد قبل هذه الآية أيها الأحبة كلام ذلك الإنسان المؤمن الذي كان يكتم إيمانه وهو من آل فرعون كان مسؤول كبير بمرتبة وزيره لكن يكتم إيمانه آمن بموسى وكتم هذا الإيمان ويقدم نصيحة لفرعون ومن حوله بعد أن قدم النصائح ولم يستمعوا له قال لهم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا هنا أود أن أخذ الجزئية ليس لها علاقة بالموضوع ولكن مهمة أيها الأحبة أذكر بها إذا ظننت أن هناك أحد يمكر بك قد يكون صديق أو جار أو في العمل أو في أي شيء تخاف أن يؤذيك تخاف شخص أن يمكر بك ليجعل تجارتك تخسر ليسيء لك في مجال ما ماذا تقرأ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سيأتيك الجواب فورا كما أتى ذلك المؤمن من آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب أحاط بهم سوء العذاب النار ما هو العذاب إذن هذا الدليل أيها الأحبة على وجود عذاب في القبر دقيقوا معي نحن نريد أن عندما نقرأ آية نقرأ ما قبلها وما بعدها وبقية الآيات تدبر ليس مجرد أن تأتيني بكلمة من هنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا انتهى يعني مرقدنا يعني لا يوجد عذاب قبر ليس هكذا يفسر القرآن ليس هكذا يفهم القرآن فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب ما هو سوء العذاب نتساءل الآية التالية من سورة غافر تفسر لنا سوء العذاب هو نوعين في الدنيا وفي الآخرة يعني في الدنيا بعد الموت النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في القبر ويوم تقوم الساعة يوم القيامة ماذا؟ أدخل آل فرعون أشد العذاب إذن أنت أيها الكافر سوف تعرض على النار غدوا وعشيا هذا نوع من العذاب تصور أنك تأتي بإنسان كل يوم تهدده بالإعدام مثلا كل يوم كل يوم كل يوم سينهار بعد فترة ربما يموت من دون أن تفعل له شيء إذن التهديد بالعذاب أسوأ من العذاب نفسي يعني مثال على ذلك هناك أناس يمرض فينتحر لأنه يعذب يقول لك أن أريد أن أموت وأرتاح وطبعا هذا كفر بالله سبحانه وتعالى هناك إنسان يتوهم أنه سيخسر هذا الوهم أسوأ من الخسارة ذاتها هناك إنسان يخاف أن يمرض مرض معين مثلا هذا الوهم عندما يتكرر له آثار سلبية مدمرة أكثر من المرض نفسه أيها الأحبة لذلك الله تعالى قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب سوء العذاب ما هو سوء العذاب نوعين نوعان في الدنيا في القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا استمرار عذاب ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب إذن أيها الأحبة هذه آية واضحة وصريحة ومباشرة تقول لك هناك عذاب بعد الموت كيف تقول لا يوجد عذاب في القبر شيء الثاني عندما يقول الله تبارك وتعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم طبعا هذه آية يوم القيامة عندما يخرج هذا الإنسان قلنا هناك احتمالا احتمال أنه لا يوجد عذاب قبر إذن سوف يخرج وينظر فإذاهم ينظرون ينظر لا يعرف أي شيء سوف ينتظر الحساب ولكن الآية لا تقول ذلك الآية لا تقول إن هذا الإنسان يخرج ولا يفعل أي شيء ينتظر الحساب لا فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم خرج مباشرة ينظرون وقالوا أول شيء يقوله ما هو وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين يعني إنسان أنت تهدده في القبر ليلة نهارا بالعذاب كل يوم سوء العذاب النار يعرضون عليها غضوا وعشيا عذاب 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 ثم يأتي يوم الدين هو الذي كان يحذره ويتمنى أنه لا يأتي لذلك ماذا يقول في هذا الموقف أيها الأحبة وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين أنت متى تقول يا ويلي إذا لم يكن هناك عذاب في القبر ولا تعرف مصيرك بعد لماذا تقول يا ويلنا إذا لابد أنك رأيت شيئا جعلك تقول يا ويلنا وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين إذن هناك ترقب لمصيرك الأسود في النار هناك ترقب وأنت ترى النار كل يوم تعرض على النار كل يوم وتعذب بهذا العذاب الذي هو أسوأ ربما مما لو أحرقت في النار وحاق بآل ثرعونة لم يقل العذاب الكبير أو عذاب عظيم قال سوء العذاب عذاب سيء أن تعذب إنسان من دون أن تهدده بالعذاب إذن أيها الأحبة وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل يأتيهم الجواب الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون أيها الظالم أيها الملحد أيها المشكك أيها المتكبر هذا الموقف فقط تذكر أنك ستقف مستسلما أمام الله يوم القيامة وأمام جهنم هي تواجهك وتنتظرك يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الآية الثانية أيها الأحبة التي يستدلون بها في سورة ياسين ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي من الأرض من القبور من كل المكان الأجداث تشمل حتى أعماق المحيط تشمل بقايا هذا الإنسان التي تحجرت في أعماق الأرض ربما لذلك لم يقل يبعثون من القبور قال صيحة واحدة فإذا هم من الأجداث أي الأماكن التي كانوا يستقرون تستقر بقايا قلنا إن عجب الزنب الأرض تأكل كل شيء إلا عجب الزنب هذا الجزء الصغير الذي الله أعلم به يبقى ولا يفنى ولا يبنى حتى لو ابتلعك حوت يبقى هذا الجزء ويموت الحوت وتمضيم ألاف السنين ويبقى هذا الجزء محفوظا الذي فيه شفرتك الوراثية منه تركب ومنه تبعث يوم القيامة فتخرج من هذه الأجداث سواء من قبر سواء من باطن الأرض سواء من جبل أين استقر هذا الجزء في أي أرض تجد أن هؤلاء الناس يخرجون بسبب هذه الصيحة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا سبحان الله إذن يا ويلنا تتكرر هنا لو كان هناك رقاد أيها الأحبة لماذا يقول يا ويلنا يعني أنت الآية التي تستدل بها على أنه لا يوجد عذاب قبر فيها العذاب هي دليل على عذاب القبر سأكرر أيها الأحبة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يخرجون قالوا أول ما يقول الإنسان الكافر يا ويلنا على أي أساس يقول يا ويلنا لو لم يكن هناك عذاب لماذا المؤمن لا يقول يا ويلنا فقط الكافر لماذا المؤمن تجده سعيدا عندما يبعث لأنه يترقب لقاء الله سبحانه وتعالى ويرجو لقاء الله الذي قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين هذا الموقف أيها الأحبة ما الذي يجعلك أيها الكافر تقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا الذي جعلك هو العذاب الذي رأيته في القبر هذا هو الموقف بالضبط يعتبر هذا الكافر أن المرقد هو مرقد الجسد وليس مرقد النفس النفس لا ترقد تمام أيها الأحبة إذن من قال إنه لا يوجد عذاب قبر ظن أن النفس راقب أيضا النفس تخرج الله يتوفى الأنفس إذن النفس لا ترقد في القبر ولا تستقر ولا تدفن مع صاحبه هي تخرج الذي يدفن ويستقر ويرقد هو الجسد أيها الأحبة وهذا الجسد لا يعذب لأنه خلايا تموت ماتت وتفككت وتحول إلى تراب العذاب للنفس حتى أنت الآن في الدنيا وأنت حي الذي يعذب هو نفسك عندما تحترق هذا الجلد ليس لديه إحساس هذا عبارة عن وسيلة فقط وهناك أعصاب للإحساس موجودة تحت الطبقة الثالثة من طبقات الجلد تتصل مع الدماغ هي التي تحدث هذا العذاب للنفس لأنك لو أخذت مثلا مخدر عام لن تشعر الطبيب يقطعك ويقوم بعمليات جراحية وأنت لا تشعر بشيء لماذا؟ لأن هذه الأعصاب التي تنقل هذا الإحساس إلى النفس توقفت ففي القبر ما الذي يحدث الجسد مات ورقد والنفس تعذب وتعرض على النار كل يوم كل يوم تعرض حتى ينهك صاحبها فإذا أحيى الله هذا الجسد وأخرجه من مرقده المكان الذي رقد فيه واستقر أخرجه الله هذا الجسد وجعل النفس والجسد مع بعض قال تعالى هنا مفهوم جديد وإذا النفوسه زوجت يعني رجعت هذه النفس لتشكل زوجا مع الجسد يعني في الدنيا أنا الآن عبارة عن نفس وجسد يعني مع بعض زوج نفس وجسد لحظة الموت تنفصل النفس عن الجسد الجسد يبقى في الدنيا النفس تعبر إلى ما وراء البرزخ هذا موضوع تحدثنا عنه في سلسلة عالم الغيب موجودة هذه النفس أيها الأحبة التي كانت تعرض على النار تعرض على النار ولكن وهي تعلم أنه سيأتي اليوم الذي يبعث الله فيه هذا الجسد ويزوجه مع النفس وإذا النفوس زوجت وسيدخل نار جهنم خالدا فيها هو يعلم هذا الكافر وهو في قبره فهو يحذر ويتحسب لذلك بمجرد أنه أن الله بعثه وأخرج أول شيء يقوله يا ويلنا وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين الآية الثانية قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يعني جسدنا كان راقدا وكنا نعذب ولكن عذاب نفس الآن أصبح العذاب للجسد والنفس معا في نار جهنم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا أيضا هنا يأتي الجواب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا دليل على أن الآية التي استدل بها من ينكر عذاب القبر هو فهمها خطأا فهم أن النفس ترقد وهذا خطأ أيها الأحبة لأن الله يقول قل قل يتوفاكم ملك الموت والوفاة كل النفس الوفاة كل النفس يتوفى يعني يخرج هذه النفس وتخرج إلى حيث الله يعلم المؤمن نفسه تصعد إلى السماء تفتح لها أبواب السماء وهذا موضوع إن شاء الله سأفصل فيه في لقاء خاص عن مصير النفس بعد الموت وأنا أعتقد أن نفس المؤمن تفتح لها أبواب السماء وتصعد هذه النفس إلى الله كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك رضية مرضية النفس الخبيثة نفس الكافر تأتي لتخرج تغلق أبواب السماء أمامها تبقى على هذه الأرض وتبقى تعذب بطريقة يعلمها الله فلماذا لا تفتح لها أبواب السماء استمعوا إلى هذه الآية أيها الأحبة آية مهمة جدا الله تبارك وتعالى يقول إن معنى معنى ذلك أي أن هذه النفس التي خرجت إذا كانت مؤمنة تفتح أمامها أبواب السماء لتصعد إلى بارئها سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئن أرجع إلى ربك رضية مرضية إذا كانت نفسا ملحدة لا تفتح لها أبواب السماء إذن لا تفتح لهم أبواب السماء هذا في الدنيا في القبر بعد الموت ولا يدخلون الجنة في الآخرة ماذا في الدنيا لا تفتح لهم أبواب السماء لكي تصعد هذه النفس إلى السماء حيث الملائكة وحيث النور تبقى على الأرض وفي الآخرة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين سبحان الله القرآن يعني سمى الذي يكذب بآيات الله مجرم هل هذه دعوة لنفهم أو لنصحح مفاهيما عن الإجرام إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا هذا في الدنيا ولا يدخلون الجنة في الآخرة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين إذن أيها الأحبة هذا دليل ثاني على أن نفسك أيها الملحد سوف تبقى تعذب ولن تصعد إلى السماء هذا نوع من العذاب شيء آخر أيها الأحبة أنت عندما تموت ما هو مصيرك سوف جسدك يستقر ويرقض ولكن هذه النفس سوف تغادر فهل تحب أن تبقى نفسك على الأرض أم تصعد إلى السماء يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك رضية مرضية طيب بما أن هناك عذاب هل هناك نعيم لابد أن يكون كذلك الله تبارك وتعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون طيب إذا كان الشهيد الذي جاهد وقتل في سبيل الله كان حيا يرزق عند الله وهذا الحديث هذا الكلام في الدنيا وليس في الآخرة يعني هم أحياء في الدنيا بعد موته إذن هذا نوع من أنواع النعيم أيها الأحبة أحياء عند ربهم يرزقون فرحين طيب الفرح هل هو عذاب أم نعيم نعيم هؤلاء الذين كفروا وألحدوا واستكبروا وكذبوا آية الله سوف يعرضون على النار غدوا وعشيا هذا بعد الموت بانتظار يوم القيامة يعني هو في حالة خوف وترقب وعذاب حتى تقوم الساعة لذلك أول كلمة ينطق بها يا ويلنا إذن أيها الأحبة لا يوجد آية واحدة في القرآن تقول إنه لا يوجد عذاب بعد الموت والآية والآيات وَلَوْ لَوْ لَوْ تَرَيْهِ التي ماذاogan ماذا يوجد هنا اليوم اليوم أيها الأحبة اليوم تجزون عذاب الهون هو لم يمت هو هذه الآية سورة الأنعام تصور لك لحظة ما قبل الموت ماذا يحدث ما قبل الموت أيها الظالم ستتعرض إلى هذا الموقف ولو ترى إذ الظالمون هذه الآية أيها الأحبة معلومة جانبية فيها الشفاء أيضا لمن يشعر بالظلم إذا شعرت أنك مظلوم وظلم كإنسان تذكر هذه الآية هذا الإنسان سوف يكون هذا مصير وهو قريب في أي لحظة الموت قريب تذكر أن هذا الظالم الذي ظلمك سيمر بهذه المرحلة العذاب العذاب الهون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا عذاب القبر وأنصحكم أحبتي أن تكثروا من الاستعاذة من عذاب القبر تقولوا أعوذ بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر وهناك أدعية كثيرة موجودة على الإنترنت يستطيع أي إنسان أن يحفظها يكتب أدعية عذاب القبر أو أدعية الاستعاذة من عذاب القبر فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من عذاب ما بعد الموت أو عذاب القبر ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من هذا الموقف العظيم وأن يجعلنا من أصحاب النفوس المطمئنة التي إذا صعدت إلى خالقها فتحت أمامها أبواب السماء ونكون جميعا إن شاء الله ممن قال الله تعالى فيهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون